اي او ايج هو ارتفاع ضغط العين البصري عن المعدل الطبعي تحدث في الجزء الامامي من العين وهي مرتبطة بزيادة فرصة تطور حالة خطيرة تسمى لغلوكوما يعود السبب الاساسي للاصابة بارتفاع ضغط العين البصري الى تجمع السائل الموجود داخل العين وعدم تصريفه ومن الاسباب الاخرى العوامل الوراثية التقدم في العمر السكري الجراحات السابقة للعيون استخدام بعض الادوية والعلاجات لفترة طويلة في معظم الاحيان لا تظهر اي عوارض او تغيرات في النظر كمشكلات العيون المفاجئة التي قد تسبب الاما ورؤية ضبابية لذا يطلق عليه اسم صارق البصر الصامت اذ ان عوارضه لا تظهر الا في مراحله المتقدمة هناك العديد من العلاجات المتوافرة فضلا عن علاجات الليزر والجراحة في بعض الاحيان ويتم تشخيص ارتفاع ضغط العين من خلال اجراء فحصا شامل للعيون مع المتخصصين في هذا المجال الرعاية الصحية والفحص الروتيني المنتظم ينصح بهما الاطباء للتأكد من صحة النظر وتجنب تطور الامراض الصامتة والكشف عنها في بدايتها اشتركوا في القناة